من هذه الأدوات والخردوات البسيطة تمكن الفتى معاذ منصر يحيى النازح من الحديدة من ابتكار سفينته كحلما ظل يروده قبل ست سنوات حتى توج أخيرا هنا في مارب التي تفتحت فيها مواهبه ومداركه كثيرا في العام 2018 كانت بداية الفكرة في اختراع السفينة بعد محاولات عديدة في صناعة القوارب الصغيرة ليصل بعد جهد كبير في جمع القطاع والأدوات الخاصة بصناعة سفن المكونة من علب الطلاء والحليب ثم البدء بالعمل وتركيب ما قام بجمعه خطوة بخطوة وكذا إجراء عدة اختبارات عليها حتى يتأكد من عدم نفاذ الماء إليها هذه الاختراعات البسيطة نفس القوارب الزغيرة وهذه جاءت لي الفكرة في 2018 أني أشوف نماذج كبيرة وسوي نماذج بسيطة منها مزغرة بدأت في صناعة أول شيء القوارب الموسطة كانت تغرق تغرق رجاءنا نصل على نفس هذه النماذج البسيطة المزغرة نفس هذه لكي تمشي بتوازن في الماء هي عبارة عن علبة حليب زغيرة بسيطة تسويها نفسها تعطفها وتصلحها اخترعها بسيط ليس معاذ الذي يدرس في الصف السابع أساسي وحده من تمكن من ابتكار هذه السفينة بل أن هناك طلاباً آخرين أبتكروا وأبدعوا أمثال صخر الحلبي الذي صنع هذا الصاروخ الحلبي الذي يدرس مع منصر في مدرسة النجاح وكلاهما ضمن خلية نحل من الإبداع والابتكار في مدرسة يبدو أن لها من اسمها نصيب مساندة الأسرة والمدرسة لمعاذ في تطوير اختراعه للسفينة هو ما جعله يتميز ويبدع في إخراج السفينة بهذا الشكل وفقاً للمواصفات المطلوبة حيث تعكف المدرسة على إقامة عدداً من الأنشطة المدرسية لطلابها والعمل على اكتشاف مواهبهم وصق لإبداعاتهم وحثهم على مواصلة ابتكاراتهم ودعمها ومساندتها حتى النهاية طبعاً طالب معاذ بنصر في صف السابع شعواجيم كون أنا مربية الصف لاحظنا عليه من العام الماضي شوية إبداعات شفنا كيف ممكن أنه يخترع طورناه عملنا على تطويره وقفنا معه وقفه خصوصاً إدارة المدرسة بقيادة الأستاذ عبدالله ثابت شجعه كعامل تشجيع وتحفيز له لاحظنا هذا العام أيضاً الاختراعات اللي يخترعها ارتفعت في المستوى لاحظنا الدقة في العمال الآن اخترعي مطائرة خلقها بتزيل تمشي بأدوات التحكم اخترع سفينة كلها تمشي بأدوات التحكم هذه طبعاً نحن كوننا في المدرسة نعمل على تشجيع وتحفيز هذه الأشياء اختراع معاذ للسفينة لم تكن هي محاولته الأولى ولن تكون الأخيرة بل هناك اختراعات أخرى هنا في قسم الأنشطة في مدرسة النجاح للطلاب آخرين في انتظار الدعم والمساندة حتى تتطور هذه الابتكارات وتصل إلى الشكل اللافت واللائق دور إدارة المدرسة والأنشطة المدرسية في المدرسة دورها أول شيء أنها تدخل إلى كل فصل وإلى كل شعبة على أساس تعمل هناك مسابقات بين الطلاب سواء في الشعر في الرسم في أيضاً هذه الاختراعات في جميع المجالات تبدأ تشوف من الأفضل داخل الصف وتنمي هذه المواهبة أيضاً نختار طلاب لهذه الأنشطة حتى نفعل مسابقات ما بينهم فأنا أشوف الأوائل ونبدأ ننمي هذه المواهب التركيز على الجوانب التطبيقية والعلمية وتنمية مهارات وقدرات الطلاب في هذه المجالات هو الأكثر نفعاً وجدوى وهو التعليم والأنجح والأمثل إذ أن كل هذه القدرات والمواهب مرت وتمر من هذه الفصول الدراسية وللمدرسة دورها وتأثيرها في إبراز وتنمية الموهوبين في كل الأحوال والظروف لبرنامج أضواء سهيل هادي الحربي